نمتن الحاجة زي ما انت شرحت لنا معنى الامتنان لما نحمد ربنا على الحاجة دي ليه بنعمل كده؟ ليه بنحمد ربنا عليها؟ علشان نحافظ على الحاجة دي ونقدر لها الفضل اللي هي عملته لنا فربنا سبحانه وتعالى يكملها فينا يبرك لنا فيها ربنا ده نعمة فاحنا بنشكوره علشان ده نعمة أكثر أيوة ويحافظ لنا عليها ويبرك لنا فيها وبناخد عليها حسنات الحمد والشكر ده صح؟ انتوا عارفين كده يا أولاد؟ لما تقولوا الحمد والله بتاخدوا حسنات الشكر لله حسنات تانية اللهم لك الحمد ولك الشكر كل ما بنقول الحمد والله كل ما بناخد يعني لو قالنا الحمد والله كتير متين مرة ممكن تأصاب لو دخلنا الجنة يا رب يا ربي يا حبيبي كل ما نقول الحمد والله كل ما ربنا يبرك لنا ويزدنا من النعم اللي احنا فيها وبنحس بإيه من جوة لما نشكر ناس لما بنشكر ربنا بنحس كده بالراحة بنحس إن إحنا بنحب نحب الشكر نحب إن إحنا لحد يعمل لنا حاجة نحبه ونقوله حاجة أيها بتحب اللي قدامك لما بتشكره وهو أكيد كمين بينبسط لما بتشكره صح؟ بني أدمين شكرتي حد قبل كده فاكرة موقف معين تحكيهوني؟ كنا في المدرسة كنا صاحبتي يعني الألم كله تفاش على وشي الألم إيه؟ تفاش على وشي يعني حبر في وشي كله فصاحبتي إيه كان؟ بقى عفوشك يعني طلع على وشي فصاحبتي عادت تساعدني وجابت منديل ووايبس وعادت تمسح لوشي وكده فأنا قلت لها شكرا برافو عليكي لأنها عملت مجهود عشان خطرك هي بقى انبسطت لما قلت لها شكرا؟ طب إحنا شكرا دي ممكن نقولها بالكلام ممكن نعمل إيه تاني عشان نشكر اللي قدامنا يلا نبدأ بيك يا جاسر ممكن وصلنا نقدم لحد يدي على حسن نشكر بيها على مثلا كارت ممكن نكتب كارت ونكتب فيه شكرا ونقول مميزات اللي قدامنا ده ونمدحه ونقول قد إيه هو فرق معنا الحاجة الحلوة اللي عملها لنا ممكن إيه كمان يا زياد ممكن أنا أحبه وهو يحبني الله دي أحلى شكر ده أنك تحب اللي قدامك وتعامله كويس تهتم بيه تسأل عليه تدعيله كل ده شكر صح؟ ممكن نتصدق شكر ربنا لما نطلع صدقة للمحتاجين أنت كده بتشكر ربنا بتشكر ربنا على نعمة الفلوس اللي معاك مثلا صح فبتشكر ربنا عليها وفي كل حاجة حلوة في حياتنا ممكن نطلع لها صدقة يعني الصدقة مش لازم تبقى فلوس بس عارفين كده ممكن تبقى لبس ممكن تبقى لبس برافو عليك يبقى بتشكر ربنا على نعمة اللبس أنك بتطلع لبس أنا عندي واحدة صاحبتي معلمة ولادها أن كلما يجي لهم أي لبس جديد أي لبس تي شيرت شوراب جازمة أي حاجة جديدة تجي لهم بيطلعوا صدقة حاجة قديمة من نفس النوع يعني جات له تي شيرت جديدة يطلع تي شيرت لربنا للغالبة والمحتاجين فاللبس الفلوس الصدقة جزم أكل جزم أه لبس وجزم وكل حاجة أكل الأكل نعمل أكله ونطبخه ونطلعه طلعه مية بالزاد في الحر في الصيف طح ونسقحها كده ونفيها صدقة للناس أي جاكت عشان لو حد فقير قاعد نديله جاكت جاكت وبيطاتين والحفة صح كل ده شكر احنا كده بنشكر ربنا على فكرة بنشكر ربنا عن نعم اللي عندنا طب لما تساعد حد محتاج مساعدة أنت بتشكر ربنا أيها عارفين إزاي مثلا قدي المال قدي مثلا فلوس لحد غالبان ساعده إنه واحد مثلا تعدي الشارع مثلا أساعد الفقراء مثلا لو حسنا حاجة أطوب مثلا ملمي في الطريق مثلا أشيل الطوب ده عشان ما حدش برافو عليك أنت بتشكر ربنا على نعمة الطريق بإنك بتوضبه ولو شفت حاجة غلط فيه بتزبطها بتشكر ربنا على نعمة التعليم بإنك تدي كتب لإصحابك أو تذاكر لحد مش فاهم حاجة تساعده تشرح له إنت بتشكر ربنا عن نعمة اللي إنت فيها إيه تمانية ولا تفكروا معي بتعالوا نلعب لعبة أنت ليكم لعبة إيه لزيزة أوي حنمر لنفسنا ومخنا إن إحنا إزاي على طول دماغنا تروح للشكر والإمتنان والشكر زي ما قلنا بيبقى لربنا سبحانه وتعالى الحمد والشكر ولن نعمة